ابدأ دول بقالهم ثلاث شهور بيشتغلوا انا ادعي بلا نوم بلا هوادة بلا راحة علشان المسألة دي بالتحديد تطوير الصناعة المصرية تزليل العقبات امام المستثمرين والمصنعين ابدأ اتعاملت بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتح السيسي لمين؟ لمجموعة من خرجين البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وبدأوا يشتغلوا على ربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة طيب انا بصنع يعني المصانع والمكان والتكنولوجي ولا كمان انمي العنصر البشري لا انمي العنصر البشري طيب وليه ترى هل ترى التصنيع ده انا هستورد المكان زي ما هو والتكنولوجيا زي ما هي ولا انا ابدأ اوطن صناعة ووطن عوامل التنمية ووطن البحث التكنولوجي والبحث العلمي ليه؟ عشان اعمل استدامة استمرارية لابدأ استمرارية تفضل موجودة معايا طول الوقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية اللي هي ابدأ قدت ايه بقى؟ اقولك عشان احنا هنا كلنا قلته ده مقدمة اللي انا بحكيولك دلوقتي انه بنشتغل عشان نوصل لمستهدفات طيب تعال نشوف المستهدفات او اهدافنا ابدأ حققوا ثلاث اهداف واحد يوفر فرص عمل اتنين يوطن صناعة حديثة ما انا ممكن اقولك اصنع اعملت مصنع اه فقوس زراعية طيب تلاتة اقل الفجوة الاستيراد ماهنا لما بوطن الصناعة الحديثة واخلق فرص عمل اخلق فرص عمل بناء على التدريب ما انا مضرب الناس يبقى ساعة اطلعت منتج المنتج ده اذا كنت باستورد بعشرة جنيه دلوقتي انه مثلا ايه؟ استورد بتمانية بعد شوية استورد بستة بعد شوية استورد باربعة وهكذا يبقى انا اقلل الاستيراد بتاعي لان انا بزود الاستثمارات الجديدة جديدة في اين؟ في قطاعات صناعية حديثة طيب القيمة قد ايه بقى؟ 200 مليار جنيه توفير 150 الف فرص اتعمل مباشرة بالمناسبة وفرص غير مباشرة كل ده متضمن في 150 الف اللي عايزين نشتغل عليه ده خلال الهربع سين كمان اللي جيد طيب تعالي نشوف المحاور بتاعة ابدأ تطوير الصناعة المصرية تلات محاور مشروعات كبرى دعم الصناعة البحث والتطوير والتدريب هادي تقول كده تلات محاور طيب اللي بيحصل من ابدأ هو الخطوة التي تبدو تبدو شوفها تبدو صغيرة ليه بيقودها شبان بس شبان مخهم شغال وفعلا ما بيناموش ترجمة نانسي قنقر